اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العابدون الراكعون الساجدون العرفون الحابدون الأتقياء المخلصون حلقة التابعي الجليل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في العصر العباسي كانت الدولة الإسلامية قد اتسعد ودخلت في الإسلام بلاد جديدة ونتيجة لذلك أصبح هناك العديد من العلوم الجديدة والكثير من طلاب العلم والكثير من العلماء أيضاً وكان من أشهرهم التابعي الجليل جعفر بن محمد بن علي أترى يا سفيان أعداد الحجاج في ازدياد كل عام الحمد لله فالمسلمون يزدادون عدداً وقوة وأدعو الله أن يزداد أخلاقاً وصلاحاً أيضاً بما أننا في موسم الحج هناك أمر يشغلني يا جعفر أمور كثيرة تشغلك يا ثوري وهذا شأن العلماء فيما تفكر يا سفيان للصوم ثواب عظيم فلماذا يكره الصوم للحجاج؟ لأن الحجاج في ضيافة الله ولا يجب على الضيف أن يصوم عند مضيفه بارك الله فيك وزادك من علمه والله لقد أجبتني إجابة شافية كافية إنما هي وجهة نظري في الأمر وهو في النهاية أمر من الله فينبغي أن نلتزم بما أمرنا به سبحانه ولكن طالما وفقني الله للإجابة على سؤالك فلنشكر الله سبحانه وتعالى ونذكره تعالى ذكرا جميلا كان جعفر رحمه الله لا يبخل بعلمه على أحد وكان يحرص على تعليم الأعداد الغفيرة من المسلمين في الحج بما يعرفه من أمور الدين أنا مشتاق إلى العودة إلى حلقات العين وأنا أيضاً ولكنني لن أنتظر حتى نعود ماذا تفعل يا جعفر؟ أيها الحجاج من كان له سؤال أو يريد الإجابة عن مسألة تشغله فليأتي إلي ويسألني سلوني ما شئتم بارك الله فيك وزادك من علمه أصبح جعفر بن محمد مشهوراً فأراد الخليفة المنصور أن يتأكد من مدى علم هذا الرجل لذلك استدعى العالم الجليل أبا حنيفة النعمان ما قصة هذا الرجل جعفر بن محمد؟ هو يا مولاي حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد أمه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما نسب عظيم وشريف ولكن هل هو عالم حقا؟ إن كان عالماً فأولى بالخليفة أن يستفيد من علمه إذا كنت تريد شهادتي فأنا أشهد بعلمه أما إذا كنت تريد أن تتأكد بنفسك فيمكنني أن أدعوه أمامك يا مولاي لتتأكد أعالم هو أم لا وهذا ما كنت سوف أطلبه منك فلتدعو ليأتيني في أقرب فرصة أعد أبو حنيفة أسئلة لجعفر لا يستطيع الإجابة عنها إلا من كان عالماً ذكياً سريعاً بديئة هل يمكن للمسلم أن يصلي ويتعمد أن لا يسجد في صلاته سجدة واحدة؟ ورغم ذلك تصح صلاته ولا تجب عليه إعادتها؟ هذا رجل يصلي صلاة الجنازة وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وما رأيك في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وهو ليس مريضاً ولا مضطراً؟ هذا رجل يصلي نافلة وليست فريضة من الصلوات الخمس والنافلة يجوز فيها للمصل الصلاة جالساً ولو كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم وما هي العبادة التي إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك فإذا انتهيت من فعلها يمكن أن يفعلها شخص آخر بعدك فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها هي تقبيل الحجر الأسود فلا يمكن لاثنين أن يقبلاه في نفس الوقت استمر أبو حنيفة يسأل وجعفر يجيب حتى أتم أبو حنيفة أربعين سؤالاً أرجو أن تكون قد اطمأمنت إلى ساعة علم جعفر يا مولاي بالطبع كنت أظلمه هو عالم بلا شك ولكن كما يحدث عادة للناجعين في الحياة غار الكثيرون من حب الناس لجعفر وجتمع الوشات الحاقلون حول الخليفة المنصور وقالوا لا ما أغطب جعفر إلي بالوزير الربيع ابن يونس أمر مولاي أحضر لي جعفر بن محمد بن علي لقد بلغني عنه ما أغضبني أمر مولاي سيكون هنا في أسرع وقت الخليفة غاضب للغاية لا أدري ما الذي بلغه عنك لا عليك يا ابن يونس خيراً إن شاء الله إذن لي فقط أن أتوضأ وأرتدي ملابسي تفضل يا جعفر تفضل مولاي الوزير الربيع ابن يونس والعالم جعفر ابن محمد أدخلهما سأري جعفراً كيف يكون غضبي مرحباً بعالمنا الكبير البريء من الفساد والخيانة أخي وابن عمي تعالى تعالى كيف حالك أيها العالم الجليل بخير والحمد لله استقبل المنصور جعفر أحسن استقبال وأخذ يتحدث معه بحفاوة بالغة وكأنه لم يكن غاضباً منذ لحظات هل لك حاجة؟ تود أن نقضيها إليك يا جعفر لي حاجة واحدة ولكنها ليست لي بل لأهل مكة والمدينة فقد تأخر وصول المال الذي ترسله إلى بيت المال هناك أرجو أن ترسله إليهم سريعاً أفعل إن شاء الله تعالى أيها العالم الجليل يا غلام إلي بهدية أرجو أن تقبل هذه الهدية البسيطة يا جعفر هديتك مقبولة يا مولاي اسمح لي بالانصرف في أمان الله أيها العالم الجليل اسمح لي أن أسألك عما حدث وماذا حدث؟ كان الخليفة غاضباً أشد الغضب ولكن حاله تغيرت لحظة أن رأك وهو أمر غريب لم أرى مثله من قبل القلوب تتقلب يا ابن يونس ألا تعلم ذلك أيها الوزير؟ ولكنني رأيتك تتمتم بكلمات وأنت تدخل القاعة فماذا كنت تقول؟ كنت أقول اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واحفظني بقدرتك علي ولا تهلكني وأنت رجائي ما أروع هذا الدعاء وما أسرع استجابة الله لك الحمد لله الحمد لله لم يكن جعفر عالماً فعز بل كان كريماً متصدقاً حريصاً على مرضات الله يبحث عن الأجر والثواب بشتى الطرق لم يكن يطرق مسكيناً يعرفه إلا وساعداً كان جعفر بن محمد يتصدق حتى لا يبقى في منزله مال ولا طعام ولم يكن جعفر يتصدق بماله فقط بل كان يبذل النصيحة لكل من يعرفه بوجه الله تعالى وكأنه يتصدق بعلمه رحمه الله يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن تحفظها تعش سعيداً وتمت حميداً إذا رضيت بما قسمه الله لك من رزق وقنعت بما عندك ستصبح أغنى الناس أما إذا نظرت إلى ما عند غيرك ولم ترضى برزقك فستصبح فقيراً ومن لم يرضى بما قسم الله عز وجل له فهو يعترض على قضاء الله فلا تكن من هؤلاء فتكون من الخاسرين يا جعفر ألا تراني أصلي هل يمكنك أن تخفض صوتك قليلاً حتى لا تشوش علي في صلاتي عذراً يا سفيان اغفر لي هذا الخطأ لا عليك أعرف أنك لم تنتبه سأذهب للصلاة في مكان آخر حتى تتكلم كما تريدان قل لي يا سيدي من أحب أصدقائك إليك وأقربهم إلى قلبك من كان مثل سفيان الثوري من يواجهني بأخطائي وعيوبي فهذا هو الصديق الحقيقي الذي يحبني ويريد لي الخير في الدنيا والآخرة هكذا كان جعفر الذي لقبه الناس بالإمام الصادق عالماً عاملاً يستفيد من الآخرين ويقبل نصحه ويفيد الجميع بعلمه حتى توفاه الله جل وعلا سنة ثمان وأربعين ومئة وهو ابن ثمان وستين سنة رحمه الله تعالى اشتركوا في القناة